السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي المبشرات الأربعة التي تجعلك تعلم أن الله راض عنك نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم والكلام للرجال وللنساء كتير من الناس حبيبي بيسأل ويقول كيف أعلم أن الله يحبني يعني أنا أحب ربي سبحانه وتعالى لكن أريد أن أطمئن وأريد أن أعلم هل المولى عز وجل يحبني أو هل المولى عز وجل راض عني أريد أن أطمئن والجواب أننا لا بد أن نعلم أولا أن رضى الله من علم الله وهذا لا يعلمه إلا الله ولكن هناك أربع مبشرات تعلمنا بأن الله يحبنا وأن الله راض عننا إيه هي بقى المبشرات الأربعة التي تجعلنا نعلم أن الله راض عننا وأنه يحبنا رقم واحد قول القائل إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك أحد السلف بيسأل شيخه بقوله يا شيخي أنا أحب ربي سبحانه وتعالى فكيف أعلم أن الله يحبني وأنه راض عني فجاوبه إجابة جميلة قال له إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك أقامك في الخير أم في غير ذلك واحد الآن أعب بيتفرج علي بقعب بيتفرج على مقاطع دينية قعب بياذكر المولى عز وجل بيقرأ الكرآن أو وحده بتذكر المولى عز وجل بتقرأ الكرآن بتصلي بتذكر الناس بالسيام بكرة مثلا الخميس بتذكر الناس بالقيام الليل هذا مقامك عند الله ده مقامك عند ربنا وده مقامك عند ربنا غيرك وغيركll الآن عمال بيشير مقاطع أفلام ورأس وأغاني وما فيش لا صلاة ولا ذكر ولا أي حاجة وقاعد يرقص ويغني ويهيص ويقول كلام ويكذب على الناس ده ما قاموا عند ربنا يبقى أول حاجة تعرفنا ربنا بيحبنا ولا لا أوراض عننا أم لا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك شوف حالك الآن وشوف حالك الآن لو حالكم على مرضات الله ده ما أمكم عند ربنا لو الحال في معصية يبقى ده ما أمنا عند ربنا ومش المقصود المعصية الطارئة يعني ما فيش حد في الدنيا ما بيقعش في معصية كله بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إنما المقصود لأن الإنسان لما يعصي يتوب يعني يرجع للطاعة مرة تانية إنما المقصود المداوم اللي حياته كلها معاصي ما فيهاش طاعة أبدا يبقى إذا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك دي العلامة الأولى العلامة التانية الحسنة بعد الحسنة وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب إن فرغت من طاعة فانصب في طاعة أخرى إن فرغت من دعوة طيبة فانصب في دعوة أخرى إن فرغت من عمل خير فانصب في عمل خير آخر هكذا الحسنة بعد الحسنة من علامات القبول ومن علامات الرضا ومن علامات محبة ربنا للعبد إن ربنا يجعل العبد موفق دائما الحسنة بعد الحسنة يا مناس كنا بدأنا مع بعض في الدعوة من ثلاثين سنة وأكتر سبحان الله منهم من تعثر في أول سنة وترك الدعوة ومنهم من تعثر بعد سنتين وترك الدعوة ومنهم من تعثر بعد ثلاث سنوات ومنهم من تعثر بعد خمس سنوات ولم يتبقى من أحبابي وأصدقائي في الدعوة اللي يمكن واحد أو اتنين سبحان الله فمن علامات القبول إن ربنا يوفقك إن أنت تستمر من علامات القبول إن أنت تستمر تستمر في قيام ليل تستمر في صيام نوافل تستمر في الدعوة إلى الله تستمر في بذل الخير تستمر في دلالة الناس على الخير تستمر في أعانة اليتام والفقراء والمساكين وهكذا إن ربنا يكرمكم كلما تعملوا حسنة تنسوا الحسنة الأديمة وتعملوا حسنة جديدة ولذلك لما قيل للإمام عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام كان يصنف كثيرا فكان كلما صنف كتابا يقولون له أما اكتفيت يا إمام يعني مش كفاء الكتب دي يقول لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد وده اللي أنا كنت بقوله لزوجتي كتت تقول لي كلما أعمل كتاب تقول لي مكفايا أنت تعبت جدا لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد وإن كنت أنا طرقت التصنيف من ست سنوات بسبب الظروف الصحية يبقى إذن الحسنة بعد الحسنة رقم ثلاثة حبيبي من علامات رضى الله عن العبد وحب الله للعبد الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يا من علامات رضى ربنا إن الإنسان ينام فيرى رؤية صالحة رؤية طيبة أنه يدخل الجنة أنه يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم من على الحوض أنه يعني في الجنة يتمتع مع أحبابي أنه قد غفرت زنوب يرى رؤية أو واحد من الصالحين يرى له رؤية معينة ويحكيها له هذه من علامات رضى الله ومن علامات محبة الله لأن الرؤية الصالحة من المبشرات التي تكون في آخر الزمان بتكون سبب لربط القلب أو للإنسان يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تثبته في زمن الفتن بفضل الله رقم أربعة ودي آخر حاجة من علامات رضى ربنا عنكم أن أنتم نفسكم تكونوا رضين عن ربنا سبحانه وتعالى إحنا نرضى عن ربنا نعم نرضى عن ربنا كيف ذلك؟ الحسن رضي الله عنه وارضاه في يوم الأيام وجد رجلا يقف وقفا بجواره يدعو ويقول اللهم ارضى عني اللهم ارضى عني فقال له الحسن لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك قال له أنا أنا عبد فقير أنا أرضى عن الله قال له نعم قال له كيف ذلك يا حسن قال إذا سررت يعني شعرت بالسعادة والسرور إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك الله إن الإنسان يرضى بقضاء الله ويكون شعاره دائما كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب كل ما جاء من عند الله فهو حبيب الدنيا النهاردة فيه الحمد لله فيه خير الحمد لله يعني نأخذ الخير ده ونشكر ربنا طب النهاردة ما فيش الدنيا فالحمد لله نصبر ونرضى بقضاء الله النهاردة الصحة كويسة الحمد لله نشكر ربنا ونستعمل الصحة في مرضات الله النهاردة أنا مريض نحمد ربنا ونشكر ربنا ونرضى بقضاء الله ونرجو من الله العفو والعافية النهاردة الانسان ناجح اللهم ملك الحمد النهاردة الانسان لم يوفق نسأل الله التوفيق ونرضى بقضاء الله هكذا اذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك مش بقى لما ربنا يرزقني بمال كده ومعايا ماشى الله الدنيا ماشى وواحد يسألني اخبارك يقول الحمد لله اللهم ملك الحمد ولما الدنيا تضيق شوية يسألني اخبارك يقول له هعيشة واخرتها القبر يعني لابد الانسان يكون راضي عن الله سبحانه تعالى الانسان يعيش ما بين الصراء والضراء ما بين الخير ما بين الشر ما بين المرض ما بين العافية ما بين الغنى ما بين الفقر الاحوال الانسان المولى عز وجل قال كل يوم هو في شأن يبني فقيرا ويفكر غنيا ويمرض صحيحا ويصح ويشفي مريضا الى غير ذلك كلها احوال في النهاية مطلوب مني ايه مطلوب اكون غني ولا فقير مطلوب اكون عبدي لله في كل الاحوال مطلوب مني اكون قوي ولا ضعيف مطلوب مني اكون عبدي لله في كل احوال حياتي مطلوب مني اكون عبدي لله واكون راضي عن قضاء الله سبحانه وتعالى هذه العلامات الاربعة التي تجعلنا نعلم ان الله يحبنا وانه راضي عننا اذا اردت ان تعرف عند الله ما قامك فانظر فيما اقامك العلامة التانية فعل الحسنة بعد الحسنة العلامة التالتة الرؤية الصالحة نراها او ترى لنا العلامة الرابعة ان نرضى نحن عن قضاء الله ليرضى الله عز وجل عنا اسأل الله عز وجل ان يحبكم وان يرضى عنكم وان يجمعنوا اياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته